وجوه متعبة عابسة لعلاجها ساعية هذا ما كتب على أهل البصرة السرطان حليفهم وما يحدث من خطر انتشار المرض الخبيث يكشفه تقرير أمريكي عن قصة الغيوم السامة في سماء جنوب العراق وبحسب صحيفة نيويورك فإن أسباب التلوث الجوي تعود إلى حرق الغاز في الهواء الطلق في التفاصيل فإن العراق بلد يمتلك غازا طبيعيا كباق الدول إلا أنه يحرق الغاز من أبار النفط ويهدر ما يكفي لتشغيل ثلاثة ملايين منزله فيما تؤكد تقارير مختصة أن شركات نفطية وعالمية لا تريد أن يستفيد العراق من غازه الطبيعي البحث في المعلومات النفطية يثير القلق حول استغلال إيران لمطامع الشركات العالمية فالغاز العراقي يحرر التصدير النفطي إلى الخارج ويخلق مزيدا من الفرص وهذا يقع في ترجيح الكفة المؤيدة لقبضة إيران على الاقتصاد العراقي في الصناعة والزراعة والغاز الطبيعي أيضا أرقام ضخمة تصل إلى ما يناهز 62 مليار دولار كإنفاق من قطاع الكهرباء منذ العام 2013 لكن دون توفير الخدمات تأكيد رسمي على لسان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي والسبب مرده إلى سوء تخطيط وفساد كبير الوعود الماضية التي ول عليها الزمن لوزراء سابقين كانت تصب في إنهاء استيراد الغاز من إيران عام 2020 دخل العراق في التاريخ المحدد لتحقيق الهدف المنشود إلا أن أهله زادوا مرضا وفقرا واستيراد الغاز والكهرباء من إيران أصبح بنسبة 75% التناقض الأشد قصوى أن ما يحرق من الغاز يكفي لسد احتياجات العراق من الكهرباء وهو ما يرجح وجود منظومة فساد تحقق الهيمنة الإيرانية والعالمية كي يبقى العراق مفتقرا إلى كل الإمكانات التي تجعله منتجا ومصدرا للطاقة الكهربائية أما التصدير الذي وعد به وزير سابق بات مجرد كابوس على شكل قطع لخدمة أساسية